ممكن ترسم بالضوء نعم وفيه حاجة اسمها ارسم بالضوء ايوة طبعا ده حتى بيكاسو رسم بالضوء عمرك فكرت قبل كده السورة دي ازاي تصورت عشان تدينا النتيجة دي النهاردة نتكلم على تكنيك شايت جدا في التصوير اللي هو وازاي بنستخدمه عشان نطلع افكتات مختلفة وكلها مزهلة وغير متوقعة ايه هو الانج اكسبوجر وايه هي فكرته الانج اكسبوجر هو تكنيك في التصوير بيديك افكتات ابداعية مميزة جدا ولو جربتها هتدمن التصوير تخيل انك ممكن تجوف خمس او عشر دايق او حتى نصف ساعة في اللقطة واحدة وهي دي فكرة الانج اكسبوجر في التصوير عملا انت بتاخد اللقطة عشان تجمد اللحظة بس هنا بقى مش هتجمد لحظة واحدة لا انت هتجمد زمن معين في صورة واحدة ومن خلالها هتشوف حاجات مش ممكن تتخيلها ودي ببساطة هي فكرة الانج اكسبوجر فيه تكنيكات مختلفة للانج اكسبوجر بعضها بيتعمل الصبح وبعضها بيتعمل بالليل وكلها بتديك نتائج خيالية لدرج انك ممكن ترسم بالضوء نعم وفيها اسمها ارسم بالضوء ايوه طبعا ده حتى بكس ورسم بالضوء اللونج اكسبوجر ممكن يبقى تكنيك معقد بس في ناس وقت ممكن يبقى سهل جدا لو فهمت أساسيات التصوير ممكن تعمل لونج اكسبوجر بالموبايل بخطوة بسيطة جدا بس مش هتحقق النتائج المسهلة زي لو بتستخدم كاميرا مثلا الا لو استخدمت أبس معينة للموبايل عشان تحقق ده وانا قصدي هنا بالكاميرا اي كاميرا قديمة او بديدة لانها بتعتمد في الاساس على الماني والمود معاك كاميرا او موبايل معاك ترايبود تعرف اساسيات التصوير كده انت جاهز يلا بينا الفكرة الاساسية في اللونج اكسبوجر هو تحكم الكامل في الشتر او في سرعة الغلق بس هو ايه الشتر؟ الشتر ده هي البوابة اللي على سنسور الكاميرا اللي بتتحكم في دخول الدوق للكاميرا وده بيكون لمدة معينة فممكن الشتر يبقى سريع جدا واحد على 4000 من ثانية او واحد على 8000 من ثانية وسعب توصل في بعض الكاميريات لواحد على 64000 من الثانية او بالعكس بطيق جدا من نص ثانية لغاية 30 ثانية او اكتر على حسب انت بتصور ايه؟ والشتر البطيق بقى هو اللي بيدينا افكت اللونج اكسبوجر فممكن تفتح الشتر لمدة نص ساعة او ساعة او اكتر لو بتصور حاجة زي حركة النجوم خلينا دلوقتي نشوف بعض الامثلة اللي بتوضح الكلام ده حركة الشلالات او سلكي ووتر افكت في الصورة اللي انت شايفها دي مجرد تغيير سرعة الشتر من 4 ثانية ل 30 ثانية مع تثبيت فتحة العدسة والايزو هنلاقي افكت مختلف تماما لحركة المينو زي ما انت شايفين ولكن عشان نفتح الشتر 30 ثانية فده معناه ان بنعرض السنسور اللي داخل الكاميرا لكمية ضوء كبيرة لمدة زمنية طويلة فيخلي الصورة عشان نتجنب كمية الضوء الزيادة دي بنركب حاجة اسماها اندي فيلتر واكننا لبسنا الكاميرا نظارة شمس تاني حاجة عندنا هنا هو لونج اكسبوجر وحركة الناس وزي ما انتو شايفين في الصورة دي قبل وبعد هنلاقي نسبة كبيرة من الناس اختفت من الصورة وده بسبب لان كل ما الشتر بيفضل مفتوح فترة اطول ده بيخلي اي حاجة سبتة في الصورة شارب او واضحة واي حاجة متحركة بيحصلها بلند في الصورة او بتسيح مع بقية الصورة ثلاثة حركة السحاب واللونج اكسبوجر نفس الحكاية بتحصل من حركة السحاب فتحنا الشتر مدة اطول عشان نحقق الايفكت الرائع ده اما بقى لو نصور بالليل فالايفكت بتاع لونج اكسبوجر حاجة تانية خالص فمثلا اللايت رايل او الاضاءة الطويلة اللي بيطالعة من حركة السيارات او اي اضاءة متحركة بالليل او تصوير الفايروركس دي كلها مبنية على نفس الفكرة اللي هي سرعة الشتر البطيء فمثلا في الصورة دي هنلاقي الشتر كان مفلوح لمدة 55 ثانية فده اللي ادى لخطوط الاضاءة اللي طالعة من العربيات وفي نفس الوقت هنلاقي العربيات وكانها اختفت تماما لانها جسم معتم مش مضيق وفي نفس الوقت متحرك فاللي فاضل من الصورة بس هو خط الاضاءة اللي طالع منها وبنفس الطريقة هنصور الفايروركس او الالعاب النارية او اي اضاءة متحركة ليلية الفرق الوحيد انك بتغير سرعة الغالق ولازم تحط في اعتبارك عشان الصور دي تطلع مصبوطة لازم تستدم ترايبود لان اي اهتزاز ممكن يبوز الصورة غير بقى لو انت عايز تعمل كده متعمد عشان تطلع افكت ابداعي مختلف اللونج اكسبوجر وحركة النجون اللي هي الستار تريد فدي حكاية ت مستحيل تعملها بالموبايل ولازم تكون في حتة طلم خالص بعيدة عن اضواء المدينة وتخلي الشطر مفتوح لمدة طويلة من نصف ساعة لساعة او ساعتين عشان تطلع افكت زي كده خلينا نشوف بعض طلب افل عملية لتصوير اللونج اكسبوجر الصبح وبالليل زي مثلا حركة الشلالات وازاي نصورها بالكاميرا او بالموبايل في ايدك ونقارن ما بين الاتنين تعالوا بينا بقى دلوقتي نروح نصور الشلالات مرة بالموبايل ومرة بالكاميرا ونستخدم تكنيك اللونج اك عشان نشوف الفرق لو احنا في الطبيعة بنصور الشلال بالموبايل مثلا هنلاقي الصورة طلع كده وعشان نطلع الافكت الحريري لحركة الميا بالموبايل لازم الصورة يكون فيها خاصية اللايف اللي هي فعليا بتاخد سين نص قبل وسين نص بعد التقاط الصورة ودي اوتوماتيك الايفون بيحولها اللونج اكسبوجر لو اخترت الخاصية دي اما بقى لو عايز الافكت يكون لمدة اطول فكده هتعود تستخدم ااب مخصوصة ومدفوعة زي سلو شوتر كام للايفون او سلو شوتر عن كاميرا مو اما بقى بالنسبة للكاميرا فانت طبعا عشان بتقدر تتحكم في كل حاجة مانيول في المانيول مود فده بيخليك عند كنترول اكثر على مدة زمنية اللي هتفتح فيها الشطر فتقدر تديك الافكت الحريري للميا بكل سهولة اهم حاجة تكون عارف اساسيات التصوير والكلام ده للصور السابتة او في حالة تايم لابس اما في حالة بقى لو عايز تعمل تايم لابس بخاصية اللونج اكسبوجر فده مش هينفع من الموبايل هينفع عن طريق الابليكيشن قلنا عليها فقط لا غير وز تايم انتو جايفين اللونج اكسبوجر ممكن يطلع نتائج مبهرة سواء بالموبايل او بالكاميرا بس في الاول واخر الفكرة هي الاصل جرب اكتر هتطلع نتائج احسن وقل لي في التعليقات تحت هل شايف ان فيه فرق كبير في اللونج اكسبوجر ما بين الكاميرا والموبايل ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير ولو عايز تعرف اكتر عن تكنيكات التصوير شوف الحلقة دي ونشوفك الحلقة الجاية السلام النهاردة هنتكلم النهاردة هنتكلم على تقنيك تكنيك برضه